ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخاذها كافة الاستعدادات اللازمة للمنخفض الجوي الذي تشهده المملكة وقالت الوزارة إنها زودت المخابزة بمخصصاتها من الطحين المدعوم لنهاية الشهر الجاري حتى تلبي احتياجات المواطنين مع ضمان استمرار عمل مراقبي الأسواق في العاصمة والمحافظات يوم غد ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالأسواق في كل المحافظات وذلك تعزيزا للرقابة على الأسواق